صباح الخير يا إمان صباح الخير يا أحمد يا الحمد لله النهاردة أجازة معنديش شغل أنا مبسوط قوي كويس أهو تقضي معنا اليوم يلا بقى يا ستة حضر لنا الفطار وساندي فين؟ لسه نايمة طيب أما صحيها بعشان تفتر معنا النهاردة أجازة نصحى بدري كلنا نقعد مع بعض إحنا دايما في الشغل لا لا سبها نايمة تنام لحد بكرة لحد بعده جايست خص شوية لا لا يا إمان أنا هطلع صحيها على ما تتحضر الفطار صباح الخير يا ساندي صباح الخير يا بابا طالما أنت صحية كده ما نزلتش لي عشان تفتري معنا كنت كسلين أقوم يلا تعالي بقى عشان نفتر حاضر يا بابا إيه دايما أنت مش عامل أفتر لساندي ولا إيه صباح الخير يا ماما صباح الخير يا فلافيلو إيه فلافيلو دي يا ماما ما هو يا دوب يا حبيبتي الاسم المناسب يا إمان ما ينفعش كده أنا جعاني قوي وعايزة أفتر عودي حبيبتي فين طبق إيه؟ بتي ما عملت ليش طبق يا ماما ما هو أنت يا مفت عودي تتفرجي على الأكل بس ليه كده يا ماما حضرتك بتتتريعي علي ولا إيه؟ لا أبدا يا ساندي يا حبيبتي التريع عليكي إزاي؟ أنت مش شايفة نفسك؟ مش شايفة حجمك؟ ينفع اللي أنت بتعمليه ده طول النهار تاكلي تاكلي تاكلي؟ أنا أصلا مش جعاني مش عايزة أكل ساندي ما ينفعش اللي هي بتعمله ده لازم تخس شوية كده صعب قوي بقولك إيه؟ أنت سدتي نفسي على الصبح أنا كمان مش هفتر ساندي بابا أنت بتعييط يا بنتي يا حبيبتي ماما بتهزر معاكي أنا بابا أعمل إيه يا بابا؟ كل يوم تقولي كده وكل يوم تهزر بالطريقة دي أنا تعبت يا بابا وزهقت معلش يا بنتي ما تزعليش هي بس ماما أسلوبها كده بقولك إيه؟ إيه رأيك؟ تيجي نخرج أنا وانت شوية؟ ده في محل آيس كريم فاتح جديد هنروح أنا وانت ناكل آيس كريم هي أنا بحبك قوي يا أحلى أب في الدنيا يلا بينا أنا خارج أنا وساندي إيمان أنت وساندي؟ المفروض تقول أنت وده بديبه نامع يا بابا بتحزر معاكي حبيبتي طب مش هتفتره ولا إيه؟ لا إحنا مش عايزين نفتر هيفضل يدلع فيها لحد ما تبقى قد الديناصور الآيس كريم جميل قوي أنا مبسوطة قوي يا بابا وبحبك جدا ومتشكرة قوي كان نفسي في الآيس كريم بقى لي يومين وماما كل شوية تقولي لأ لأ أنا أهم حاجة عندي أشوفك مبسوطة يا بنتي يلا بقى كفاية كده ويلا نرجع البيت طيب يلا يا باب ترن ترن إيه ده الموبايل بيرن؟ ألو أهلا أهلا إزايك يا أحلام أهل الحمد لله كويسين معلش يا بنت شوية مشاغل مخلي أنا بعيدة عنكم شوية بجد عدميلاد رانا قولي لها كل سنة وهي طيبة أه طبعا لازم نحضر خلص نشوفكم في الحفلة إن شاء الله مع السلامة كويس أستعد بقى لحفلة رانا واشتري فستان جديد رانا دي بنت أطقطة كده وجميلة وعسولة مش دبدوبة هقعد بقى تفرج على التلفزيون شوية يا باب ماشي حبيبتي سلام عليكم كويس إنك رجعت يا أحمد عايز أقولك على حاجة إيه يا إيمان خير النهاردة حفلة عيد ميلاد رانا وإحنا كلنا معزومين طيب كويس هخرج بقى عشان أجيب لها هدية واشتري لي فستان جديد ومش هتأخر طيب خدي سندي معاك بدل ما تقعد لوحدها هنا سندي لأ لأ خليها قعدة معاك تسليك يلا باي أنا خلاص جاهزة يا أحمد أهو يلا بينا وفين سندي تأخرت كده ليه سندي هي سندي جاية معنا أنا ما قلت لهاش ما قلت لهاش إيه طبعا أنا قلت لها تجهز أنت بتهزر يا أحمد أنت عايز تكسفني أخد كل ده معايا إزاي يعني تي مجنونة يا إيمان ولا إيه دي بنتك بنتي بنتي بالمنظر ده تكسفني قدام صحابي لا 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 أنا هروح أنا وإنت مش هينفع ناخدها معنا عارفة إيمان لو ما سكتش دلوقتي مش هيحصل كويس لما تتكلميش قدام البنت كده تاني نفسيتها هتتعب إحنا المفروض نساعدها مش نقعد نتكلم بالطريقة دي عليها تي مجنونة ولا إيه برضو مصر آه طبعا طيب حستنك برة في العربية ما تعصبنيش أكتر من كده غريبة قوي هي مش إيمان دي مامتها برضو ولا أنا بتهيق لي بابا أنا جاهزة إيه رأيك فيها أمر يا بنتي يلا بينا وماما فين برة في العربية يا حبيبتي عجبكم اللي حصل ده أنا مش خرجة معاكم تاني أبدا لأنتي ولا باباك يا ماما كل شوية تزعق لي بس كده يا بابا أنا زهيقتي قوي كل ما روح معاها في مكان تقعد تزعق معلش يا بنتي المهم منك اتبسطتي اتبسطت قوي يا بابا كان عدميلاد جميل عجبك اللي حصل ده حصل يا إيمان ما حصلش حاجة الناس كانت مبسوطة وكانت حفلة حلوة أنت بس ما أخدتش بالك قاعدين يوشوشوا بعض ويتكلموا من ورايا ويبصوا لي ويبصوا البنتي أنت اللي بيتهيق لك حاجات كتيرة عندك تهيقات في دماغك بقولك أنا مش فيقلك عندي شغل بادر الصبح أما أدخل أنام وسندي أول يوم مدرسة بكرة مش عارفة هتروح المدرسة إزاي دي أنا مبسوطة قوي عشان الدرسة بدأت وهخرج روحي المدرسة واشوف أصحابي تشوف أصحابك؟ ومتأكد أن هم عايزين يشوفوكي إيمان خلاص بقى يلا حبيبتي الباص بتاع المدرسة برا انت ليه مصررة تنكد على البنتي أول يوم مدرسة حرام عليك أنت ما بتبطليش ما بتزهقيش المهم عايزة أقولك حاجة خبر حلو جدا خبر حلو إيه يا ستة أنا ماشي رايح الشغل أما أرجع بإحكيلي عن أنت عايزا أنت سدتي نفسي على الصبح مش مهم المهم إن أنا مبسوطة جدا إن هم أختروني عشان أبقى مودل لعرض الأزياء اللي جاي أنا مبسوطة قوي هجهز نفسي وحضر الفساتين كلها اللي هلبسها عشان كل الصحف والمجلات تتكلم عني وهطلع في التلفزيون كمعين أنا سعيدة جدا صباح الخير يا ميس أهلا يا ساندي جيت متأخرة شوية يا ساندي بس مش مشكلة أحب أعرفكم يا ساندي دي الطالبة الأولى على الإدارة كلها بنت مؤدبة وشطرة ومكتهدة وإنت بقى أسمك ساندي ولا أسمك فلافيلو لميس مش عايز أسمع صوت إحنا نزميها ساندي الحوت رامي هتسكت على طردك برا الفصل لا حلاص يا ميس سكت اتفضلي عادي مكانك يا ساندي شكرا يا ميس يلا نبتدي الحصة ومش عايزة كلام خالص ما تزعليش يا ساندي هم كده بيحبوا يهزروا بس تهزرهم ريخم شوية أنا اسمي هايدي وهبقى صاحبتك هنا وما تزعليش أنت حتى جميلة قوي مش مشكلة التخين رفيع مش هتفرق خالص يا بنت المهم تبقى أنت شطرة ومكتهدة أنا متشكرة لك قوي يا هايدي شفتي عجمها عامل إزاي ضخمة قوي ايوة على فكرة أنا تكلمت معاها ووقفت معاها وتعرفت عليها تعرفت عليها؟ يعني ما لقيتش غرديت صاحبيها دي داب دوبة ما وانا لقيتها ممتازة وشاطرة هتساعدني في المذاكرة وفي الامتحانات تبقى تغششني برافو عليكي طول عمرك لإيه ما يا بنت يا هايدي هايدي حتى أنت يا هايدي أنا مش عايزة أعرفكم أنا مش عايزة أعرف حد تاني عايزة أقول لك يا أحمد أن هم اختروني الموديل لعرض الأزياء اللي جاي أنا مبسوطة جدا عشان أنا رشيقة وأنا اللي قدمت في المسابقة وكسبتها حضرت نفسي وجهزت الفستين اللي هلبسها في العرض أنا مبسوطة جدا يا أحمد طيب مبروك يا ستي دي حاجة تفرحني ساندي ساندي يا خبر غريبة قوي مالها ما طلع أشوفها فيه إيه أكيد التريقوا عليها في المدرسة أنا خلاص زهي كلهم يا بابا بيت تريقوا علي في المدرسة وماما كمان مش زيباني وأنا مش عارف أعمل إيه أسبلهم الدنيا كلها وامشي ولا أعمل إيه مش عارف إزاي يا بنتي ما تقوليش الكلام ده أنت لازم تبقى شجاعة وبعدين فيه حلول كتير يا بنتي ممكن تروح الجيم تعملي ضايت عادي أنت زعلانة ليه يا بابا حضرتك بتقولي الكلام ده عشان أنا بنتك لكن حضرتك مش عارف أنا شكلي بيبقى أعمل إزاي مالش فيه حلول كتير وأنا هساعدك مجد يا بابا أيوة يا بنتي ومش عايزك تبقى زعلانة بقى عشان النهاردة في حفلة عرض الأزياء بتاعت ماما وعايزين نحضرها يا يا بابا أنا كان نفسنا كمان بقى عرضة أزياء زي ماما ليه أنا ما طلعتش رفيع زي ماما يلا أنا جاهزة عشان نروح حفلة عرض الأزياء يلا يا ماما أنا كمان جاهزة إيه ده هو أنت هتيجي معايا طبعا يا إيمان كلنا رايحين الحفلة إزاي ده يا أحمد أنت عارف أن أنا مودل يعني أنا رشيقة وشكلي شايف عامل إزاي أنت عايز يقوله إيه بنتي بالمنظر ده لأ طبعا مستحيل أخذك معايا أنا مش عايزة فضايح ومش عايزة حد يكسفني ولا يحرجني إيمان إيه اللي أنت بتقوليه ده اتفضلي يا هانم روح الحفلة لوحدك أنا مش هحضر أنا هروح أشوف بنتي اللي اتدمرت نفسيا ده ساندي ساندي اركبي يا بنتي سيبني أمشي يا بابا اركبي يا بنتي أنا عندي خطة حلوة قوي عشان نعرف نتعامل مع مامتك إيه يا بابا الخطة دي بص يا بنتي أنت هتختفل مدة شهر وفي الشهر ده هتروح الجيم هتعملي ضايد وهترجعي أحسن واحدة في الدنيا بجد يا بابا هتساعدني طبعا هساعدك يا بنتي باتك يا أحمد عرض الأزياء كان جامد قوي طبعا انت ولا في دماغك بنتك اللي اختفت دي ودورت عليها في كل مكان مش لقيها بلغت الشرطة ايه اختفت معقولة هتروح فين يعني هو في مكان تاني تروح فيه أنا مش عارف أعملي دلوقتي هفضل أدور عليها كل يوم لحد ما لقيها برافو عليك يا ساندي يا بنتي لازم يبقى عندك إراضة كده وعظيمة متشكلة قوي يا بابا حدرتك بتساعدني جدا وبتديني طاقة كده وكوة وحماس معلش تستحملي بس الشهر ده وان شاء الله هتبقي ايه عارضة أزياء زي مامتك بس المجهودات دي بتجوع قوي يا بابا بتجوع اه بس تاكل حاجات بسيطة ماشي عادر يا بابا اتفقنا يا يا ساندي يا بنتي انت النهاردة أحسن بكتير يا ماما ما تسألش علي يا بابا بتسأل عليك يا حبيبتي خلاص يا بابا انا بجد تحبت خلاص يا بنتي خلاص هانت انت وقزني تنزل كتير تكملي لازم تكملي لازم تكملي لما تعزلني على ايس كريم برا يا بابا خس انت بس وانا هجبلك حلة ايس كريم بحلقة انت كده بقيت تمام يا ساندي يا بنتي انا مش مصدق نفسي يا بابا انا كلما بص في المراية واشوف الفرق بقى قد ايه ببقى مبسوطة قوي يا بابا انا بشكرك جدا انا بحبك قوي انت ساعدتني ووصلتني لكده يا بابا يلا بنا يا بنتي بقى نرجع البيت كفاية كده يعني هي ماما بتسأل عليها طبعا يا بنتي بتسأل عليك بس طبعا انا ما قلتلهاش انت فين وعندي ليكي مفاجأة كمان ايه يا بابا قدمتلك في حفلة عرض الازياء اللي جاي ده اسعد خبر عندي انا كان نفسي بقى زي ماما ده انت كمان ممكن تكسابي ماما بصي بقى انا هستخبه وانت يرين الجرس ونشوف رد فعلي ماما ايه يا طرى انت فين يا سندي يا بنتي بقى انا كتير بندور عليك جرس الباب اما اشوف مين ايوة مين حضرتك عايزة مين يا حبيبتي ماما انا سندي مش عارفاني سندي ازاي معقولة لا انت بتتحكي علي انا سندي يا ماما مش شايفاني يا ايا بنتي اللي وصلك لكده وعملتي كده ازاي وبقيت كده ازاي انا بجد مش مصدقة نفسي لا يا ايمان صدقي شايفة بنتك وصلت لايه كانت محتاجة بس شوية تشجيع مش انت بتحبط فيها تحبط فيها كان ممكن تدمريها انا مش مصدقة بجد يا حبيبتي يا بنتي ما تزعليش مني خلاص يا ماما انا مش دعلانة انا مبسوطة قوي ان انا بقيت كده مجد فرحانة جدا وانا كمان يا حبيبتي فرحانة بيك قوي صباح الخير يا ماما صباح الخير يا سندي سواني والفطار هيكون جاهز لا يا ماما انا مش هفتر انا عايز اروح بقى على المدرسة عشان ما اتأخرش ايه ده مين الجديدة اللي جاية معنا في المدرسة دي انت جديدة معنا هنا انا مش جديدة ولا حاجة انا سندي ايه سندي انت سندي ازاي بقيت كده ده انت بقيت الرابع ازاي بقيت كده يا سندي باي ايه ده ايمان دول اختاروا مودل عرض الازياء الجديد بجد بجد يا احمد اكيد اختاروني انا صح للأسف مش انت خالص ازاي ده عرض الازياء ده مهم جدا بالنسبة لي ازاي اختاروا حد تاني غيري اهو قدامي على الموقع بتاعهم اهو مش انت خالص ازاي كده ده انا دايما اللي بفوض واللي اختاروها بقى المراضي دي يعني هتكون احسن مني في ايه انا عارف اختاروا مين اختاروا مين يعني مشهورة اكتر مني اختاروا سندي ايه اختاروا سندي ازاي اختاروا سندي ماهو انا قدمتلها في المسابق عشر هي كان نفسها تبقى مودل من زمان بجد اختاروا سندي انا فرحانة قوي انا فخورة ببنتي جدا دلوقتي فخورة بيها طب الحمد لله انا لازم اساعدها وشجعها عشان تاخد جايزة احسن فستان شايف شايف يا احمد زي الامر ازاي ودلوقتي معاد اعلان الفائز الفائزة معانا هي سندي احمد مبروك يا سندي يا بنتي مبروك يا سندي يا بنتي انا متشكرة قوي يا بابا حضرتك شجعتني كتير ومفيش متشكرة يا ماما مش انا اللي ساعدتك في الفستاني الجميل ده شكرا يا ماما بالمناسبة الحلوة دي انا اعزمكم على العشة برا يلا بينا